سيدات والسادة طابت اوقاتكم. موضوعنا لهذا اليوم حول مصطلح شاعر في الفترة الاخيرة بشكل واضح في وسائل التواصل وفي الصحافة والعلم. وهو الرئيس مالية المتوحشة. فما الذي نقصد بكلمة الرئيس مالية المتوحشة وكيف نفصلها عن فكرة الرئيس مالية بشكلها العام. والحقيقة ان الرئيس مالية نشأت كما تعرفون يعني فكرة الرئيس مالية وتنظيرها في قرون سابع عشر والثامن عشر الميلادي واستمرت بالنمو شيئا في شيئا حتى آآ عندما انتهت الحرب العالمية الثانية كان المصطلح يعني مصطلح الرئيس مالية قد ترسخ بشكل كبير جدا واصبح هذا النظام الاقتصادي آآ نظام آآ واضح وقوي وصارم جدا تبنته آآ دول الحضارة الغربية آآ اوروبا بشكل خاص واميركا بشكل ادق. واصبح بمواجهة نظام آخر الذي هو الاقتصاد الاشتراكي في ذلك الزمن آآ لكن الاقتصاد الاشتراكي بحكم عموميته وفساده او فساد منفذيه تهاوى مع الزمن الى ان آآ لم يثمر عن نتيجة واضحة بان الصراع بين الرئيس مالية والاشتراكية وبذلك يكون مصطلح الرئيس مالية قد انتصر بقوة آآ وأصبح اقتصاد السوق معروف ولكن الرئيس مالية كنظام اقتصادي عالمي موجود لا يمكن انكاره على الاطلاق التطرف به والغلو واستثماره بشكل بشع هو نقطة السؤال الكبيرة والتي تتضمن موضوعنا لهذا اليوم حول الرئيس مالية المتوحشة. بعد عام 1973 تقريبا بدأت او بدأ مصطلح الرئيس مالية المتوحشة بالتكون والتشكل على يد مجموعة من الاقتصاديين الامريكان بشكل خاص. واصبحت هذه الرئيس مالية المتطرفة خلي نقول عليها المتشددة في البداية هكذا كانت الاسماء تطلق عليها تتدرأ بقوة المنظمات النقدية والمالية آنذاك وما زالت مثلا صندوق النقد الدولي والبنق الدولي وغيرها وبالسيطرة الامريكية التي تتبنى فكرة الرئيس مالية المتشددة او الرئيس مالية المتوحشة. والمسيطرة ايضا على التداول النقدي وكان الدولار ومكانته تساعد على هذا الامر. ويتحكم باسواق المال والسندات والديون والبورصات والى اخره. ويساعد هذا هو احتكار قمم التكنولوجيا العليا من صناع وشركات وتبنيه او مساندته على يد اه اه شركات عملاقة كانت عابرة للقارات والجنسيات وخاصة الشركات المئة الكبرى في مختلف القطاعات. وهكذا اصبحنا امام بالدوزر رئيس مالي مدجج بالدولار ورئيس وشركات عملاقة كبرى تجوب العالم اصبحت غاية ما تريد هو الربح والتطرف في هذا الموضوع على حساب الناس وعلى حساب الحياة. اذا اصبحت الرئيس مالية هي الرئيس مالية العالمية المهمة وغير مسموح لاحد بالخروج عنها خصوصا بعد سقوط العالم الاشتراكي. ساعدتها قوى الليبرالية الجديدة. الليبرالية ايضا التي تبدو كملازمة للديمقراطية كانت تنمو بسرعة وبشكل قوي وكانت تتضمن حرية اصحاب رئيس المال. واصحاب الشركات وشخصيات الكبيرة المؤثرة في المجتمع. نتج عن الليبرالية الجديدة هذه الرئيس مالية المتوحشة. واصبحت تنتشر وتستخدم مغريات كثيرة جدا وتهدد بالعقوبات الاقتصادية الانفرادية. وبالتدخل العسكري ان دعت الحاجة. وبالتفوق التكنولوجي الغربي الاميركي. ومنع تسرب اسرار هذا التفوق التكنولوجي. ظهر منظرها الاهم هذه الرئيس مالية المتوحشة الذي هو ميلتون فريدمان. الاقتصادي الاميركي والاكاديمي. الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد العام ستة وسبعين. وهو يعد من بين الوجوه البارزة على مستوى المدرسة الليبرالية في الاقتصاد. واحد اهم منظري النظرية النقدية. ويعتبر ميلتون فريدمان احد اهم هذه النقلة الجديدة في الرئيس مالية المتوحشة. ومن ابرز الاكاديميين المحسوبين على مدرسة تخصصت في هذا الموضوع. تسمى بمدرسة شيكاهو في الاقتصاد. وقد عرف بمعارضته للنظريات القنزية القديمة في 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 الاقتصاد ورئيس المال. التي كانت مهيمنة في على الاوساط الامريكية في الخمسينات والاربعينات وغيرها. وانتقد السياسات العمومية المنبثقة منها. ودعا الى هذه الثورة الجديدة في الاقتصاد والليبرالية الجديدة واحتكاري الشركات الكبرى للاقتصاد العالمي. يرفض فريدمان تدخل الدولة في الاقتصاد. يعني يقول دعو الاقتصاد ينمو لوحده. ويرى ان دور الدولة يجب ان ينحصر في سن القوانين والتشريعات. والسار على احترامها من طرف المعنيين. ويعارض ممارسة اي شكل من اشكال التدخل في سير الاسواق. يعني هذا ما يسمى باقتصاد السوق والسوق المفتوح. بفرض الاسعار مثلا لا لا يجوز بما في ذلك سعر العمل. حتى العمل لا يجوز تحديد اسعاره من خلال فرض حد ادنى من اجور العمال والعملين في هذه القطاعات. نعام كلاين وهي مؤرخة للاقتصاد. ارخت في كتابين مهمين. الرئيس مالي الاميركي المتوحشة. وقدمت نقدا لاذعا ومهما جدا. حازت بسببه على جائزة نوبل ايضا. ووقاعة تؤشر على ان هذه الامبريالية باتت تستنفذ قدرتها على تجاوز ازماتها البنيوية. بسبب انتفاخها واحتقانها المادي الكبير جدا. واستنفذت الحاجة لها. فدفعتها الى المزيد من التوحش وما زالت هي كذلك ويجب ايقافها. في كتابها عقيدة الصدمة ورئيس مالية الكوارث تظهر كيف قامت الامبريالية الاميركية بتكريس مهندس التوحش الرئيس مالي ميلتون فريدمان كما قلنا وهو مؤسس مدرسة شيكاغو واحدا من ابطال اميركا. قرار للكونجرس هذا الحقيقة ظهر بها. والذي شكل مع مواطئه سوروس الرئيس مالي الكبير جدا مهندس الثورات الملونة في لسوف البورصات وهما يهوديان من اصول المجرية. اخطر ثنائي ضد قوى حركة التحرر في العالم كله. لماذا? لان الرئيس مالية المتوحشة ربطت ثورات العالم التحررية بها. بمعاداتها. بالتحكم بها على الاقل ان لم تعادها. بتسييرها وفق ما تريد. وهكذا اصبحت الرئيس مالية المتوحشة وسيلة لقمع ثورات وتحرر الشعوب. وعائق امام نشوء قطبيات جديدة في العالم. لانها تريد لاميركا فقط ان تحتكر رئيس المال العالمي الى الابد. الرئيس مالية هي التي كتبت القوانين والانظمة المجيرة لفائدتها. وهي التي وظفت الفقراء لحمايتها من الفقراء. بمعنى ان تخت تنتخب مجموعة من الفقراء لتحرس قلعتها ضد ثورات الفقراء وضد اه حاجات الفقراء. ولضرب الفقراء الرافضين لدفع الضرائب او المستحقات حسب القانون. وصار من يسمونهم اذا هم صاروا الباديغاردز اللي هم حراس المؤسسات والبنوك والشركات وغيرها من فقراء الناس او من ذوي الطبق المتوسطة. هم الذين يحرسون ثروات وممتلكات الاغنياء. لاحظوا كيف لتفت الرئيس مالية حتى على اه يعني انتخبت مجموعة من الفقراء للوقوف بوجه الفقراء انفسهم للذين هم الطلاب حاجات نمو الاقتصاد المرن الاقتصاد الطبيعي. لنقول انه اقتصاد رئيس مالي ولكن يجب ان يتحلى بمرونة وبايجابية شديدة جدا. وهذا سر ثورات القطبيات الجديدة وخصوصا في الصين وروسيا. لانفتاح على نوع جديد من الرئيس مالية نتج عن تهذيب الرئيس مالية القديمة ورفض الرئيس مالية المتوحشة. اذا الرئيس مالية المتوحشة وايقاف غلوها وتطرفها هو سر نمو القطبيات الجديدة. وسر معرفة اسرار ذلك الاقتصاد المتوحش الذي ينهش في اجساد الشعوب وفي ثورات الشعوب وفي ثرواتهم ايضا. هذا هو موجز بسيط جدا عن مصطلح يتردد كثيرا في اوساطنا ويجب ان ننتبه له كثيرا. شكرا جزيلا. اشتركوا في القناة